النهاردة مثلا لفت نظري حاجة طب خلاني اتكلم بس النهاردة لفت نظري حاجة فين مفيش طرفين يعني نهاردة عمر جابر مالوش بديل كباك رايت حتى لو بقى بتنقله الزناري اصلا سرد باك فتردت نازل الزناري باك رايت انه عمر جابر باك ليفتر اصلا كده كده واحش حتى قبل الاصابة عندكش باك ليفتر عندك باك رايت في عدكة معندكش يا كابتن جناح فيش وينج عدك يعني انت النهاردة خرجتش كبالا منزلت ناصر ماهر في نص الملعب واضطررت تنقل دا هنا وتنقل دا هنا معندكش وينج معين هو حتى في الصفقات الجديدة اللي جات فيها وينج يعني في عاطف بتاعة انت دا وينج في مهاب ياسر يا كابتن ابجليل بتاعة وينج حتى انت مش حاطة تيوينج دا غريبة برضو يعني في ملاكز النهاردة كانت زمالك محتاج في تعديلات جوة الملعب انت في البودة لما فيش لأ وبعدين في نقطة انت السيد عبدالله النمار دا هو أصل بكراي او بكليفت ساعة بلعب اوين من فوق حتى لو خرجت منيشتغالها الزناري كان بعيد اوه مساك طب انت الاولى كنت تطلع على المسلوسي شبره ودخل بس برضا انا عزل الراجل بس برضك الراجل لسه أول مطش النهاردة عندما انا مساك عالمي اوه المسلوسي السرعات كمان يا كابتن السرعات يا كابتن انت عندك العاد صغيرة في الاسماعيلي المسلوسي سرعات لو حطيت حد مكانه انسان كان المشكلة في حسان عبد مجيد واللي كان بيلعب جنبه ومسلا محمود على الاتين المسلوسي شاي اللي سرعات دي المسلوسي جاي من بره يلعب في نادي الزمالك باكرايت انت لعبته سردباك عشان كان في مشكلة في الحتة دي وكان عندك بط وعندك بط وعندك نواق سفيلة انا مجيبش حد المبارة لعبه سردباك حاجة التانية كابتش بنا برضو انت أسلت الموضوع بتاع نادي الزمالك عايز باكليفت باكادش باكليفت لا هو جاب مجموعة العيبة وخلاص فده يعني الفيت باك بتاعه والنهاردة يعني بين الرجال نقول بس هو عنده لعبة زي ما احنا اتكلم لي مثلا زي ما كان لك عاطف ومهاب بس هو الرجل ما عنده لا انا بحكى على فكرة انه هو نفسك قالك انا ما قدرش اقول لعبك داد ولا ادام انا ما عرفش من رجل النهاردة بقولك انا ما قدرش اقول من لعب جديد ولعب قديم انا نفسي جاي عليهم كلهم موجودين فانما يعني راجل نهاردة مش عارف والدس بردك يعني وانت عارف كابتال المتشاطة الرسمية غير والدين فالراجل نهاردة مش يقدر يعني ما نقدرش يعني قراءته مين يقدر يلعب مين بيختار انا ما عنديش حد اسطر هو عنديش حد والملعب يشيلش اكتر من العيبة يا كابتال لسه كنت مكلم انا من الناس اللي جاي دي كلها بس رغم كده بقى كل اللي بقوله ده الزمان كان مستحوز اكتر اكتر بس الايجابية عالجون بادي المشكلة كل اللي بنقوله ده اتفاراج عالزماليك الفترة الجاية لا وفي حاجة انا كانت شافها ايجابية اوي هيتعابوا فرق كتير والضغط يا سيد محمد الراجل ظهر ان هو الضغط على الكورة وان انت لما تقضع الكورة بتحاول تستردها بسرعة دي بصراحة انا شافها من الراجل بصمة للرجل النهاردة انه في بحاولة الكورة والجاري اللعيبة والتحرم انا نادي الزمالك كابتن بليد شافها كويسا ايه انا نادي الزمالك احسن فرقة فصل مع نادي اللعين يعني ايه كان في حاجات انت بردك مفتقدة يعني انا احس ان الفرقة هتفوق ان شاء الله يعني بسرعة عم الراجل ده وبعدين هو فكرة صبحي بردك وعواد هو الاجانب دايما لما بيجي بيعاملك حاجة كده ايه ليه عاشب نادي الزمالك المخلوب نادي الزمالك نادي الزمالك نادي بطولة apaورها كالادي هاشب عشان كده عشان كدا عشان كده انا مجربينه قبل كده هو في اكثر من اهلي قاد خامسة اقول له خلصة يقول له حيناخد افريقيا اقول له خلصة تمام اخر سنة في الدوري دي النادي الاهلي كان رايشب ورايا يعني من حالي انتفائل زي ما هو متفائل ده أنا العمالة دافع. ده أنت عملت قطع في عبد الله سيدان المريكة. مفيش تخطيف عبد الله سيدان. مفيش تخطيف عبد الله سيدان. ممنره نختلف ده. طيب مهده الحاجة بتاعتنا بقى الميزة بتاعتنا. انت لم يكون عندك واحد مستانعين يوريشاق. بص يا مليخ. يمكن انا لازم ادافع عن اي حد. لا 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 لا. خاني كلمة السلام الايجابي. السليم. كرمي. اللي هو الكلام اللي هو صح. ماشي. لا اصول. صح. انت جيبت صفقات قوية جدا. والرجل مش مسؤول عنها. لا بس صفقات قوية. قوية في ايه? يعني في عندك عبدالله وناصر وشحاتة واحمد حمدي تحديدا للأربعة دولة. لا معترض على موضوع صفقات قوية. معترض من فترة كبيرة هنا. لكن بص يا كابتل بس لحظة طب انا اكمل لك اكمل. فضل. لكن لا تأخفل ان زمالك في مراكز فهنا واقص. طيب. واي فريق كبير يا بليغ. ما ينفقش. لازم عندك الاساسين في كل المراكز بالبعض. بودة لا. صح. يعني الزمالك لازم يبقى عنده باكلفت جديد. لازم عنده باكلفت جديد. لازم عنده فيروت جديد. لازم عنده لعيب هفضي فندر جاب دونجا جديد. لعيب تيين. نوعية دونجا. اه. انا قصدي كده. ده خلاص موسم لانتقلات اتقفل. انا معاك. دلوقتي رؤية مدرب وقدر توظيف لعب وشوف ده هو. لكن خلاص اللي بنحكي على حاجة اتقفلت خلاص. عشان بس الجمهوري يبقى خام. يبقى الزمالك لما يجي لعب السنات الجمهوري ينتظر منه ايه بقى? لازم. كاس مصر ممكن. الكونفيدرالية. الكونفيدرالية. فيبقى تركيز الراجل لازم يبقى عارف التارجد بتاعه السنة دي. عشان ما نعودش مشتت. يعني انا النهاردة. عافل لو انا منه. النهاردة ما لعبتش اصل مع عبدالله منظر مات. انا مسافر العب برة. اعاوز يعرفه. اعاوز شوفه. اعاوز شوفه. اعاوز شوفه. لا ايه. اه. 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 اتقال له برضو. ده ده رجب كبير يعني. دي اصلا. اللي انت. فانت مطش الكونفيدرالية الجالي اللي اللي انت هتلعب بهم الجداد. عايزوا بس من الراجل برضو. هتشوفهم اول مرة. ما انت لكون فيدرالية معلش يعني برضك. انت صاعد. والفرقة دي مستوياتها مش هي برضك اللي اتخوفك يعني. فانت لازم برضك يدي فرصة للناس ويشوفه يجرب. اه. اه. المطشات اللي جاية دي برضو متاحة للزمالك. اول ما عمل تغيير. انت اصدق لزمالك كانت اهل. اعملت اهل والمطشات دي مش صعبة يع اهل اهل في افريقا اللي في متشاتل قدام. اعم هو بيغير ات اوبا اول صدام. الا لو عملها بقى في شيكبالا او عبدالله. لما عادي اي حد بيخرج ابجليل. لا. ايه اللي لا ايه ايه اللي لا. ايه حسب شخصيت المنجوز ايه كان اي حد مخرج. حسب شخصيت المدر. فش كبالا او اخرج الفترة مبادت معملش حاجة. فريرا. بعد خمسة ثلاثين دقيقة. بقول لك ايه. بقول لك ايه. مش بعد خمسة ثلاثين دقيقة. بقول لك ايه يا كابتن فريرا. فريرا. غير بيعمل غير التغيير. فريرا كان بيقعد بنشرق على ديكة وزيزو. عادي. كل الكلام ده عادي. انما لعيب كبير بعد ثلاثين دقيقة اخرجوا. دي مش سهل يا جماعة. انا عارف ان هو انا ممكن اعطى حدوها لعين فترين. دي عادي. ممكن انزله اخر خمس دقيقة دي عادي. انما نزله وطلعه بعد نصف ساعة دي مصيبه سعودة. للعيبة كبيرة. انا كنت قال الان اقول لك لا شو يحصل. فجيع الغالبان شو حتى. انا قلت ش او اوباما. لا او الراجل عايزة عامل حاجة في ملعب معينة مثلا. لا بس طورك انا عايزة عامل حاجة في نص الملعب. بزبط. مفيش كاس ما كده. هو اتفاجئة. خد بالك هو اتفاجئ كمان الاسماعيلي بيلعب من تحت الثلات. امم احب المعرض. اه. ثلات اربعة، ثلات او خمسة. هي بقى الحاجة لما اللي قاله الشي المدرب على انه ده مدرب هتلاعبه مدرب بيعرف فكورة او مدرب كبير. طبعا. هو اتطر يعمل التخييرة دي عشان يزود ك محدش قال له بقى ان المدرب ده مدرب كبير على كابتن اهاب جلال هو فاكر مدرب برضو يبقى على قده كلام ده كله خد بالك اهاب جلال ماتش اللي قبله ما كانش بلعب كده بلعب اربعة ورق كله ماتش كابتن حسب الماتش خلاحات سكر يضغط عليهم من فوق و الولد كان ماكسا هو النهاردة بصراحة موتا بنزباله اسم و بعدين في اربع ماتشات واخد اربع نقط في برضك في فريق اهاب جلال يا جماعة انت بتلعب مدرب كبير مش ده صغير هو جوميز هياخد انت بقى عند الاسمالي من ايه من اخر ماتش اللي هو الاسمالي بسيراميك فالكافر يحفل السيراميك اللعب بطريقة اللعب بطريقة اللعب بطريقة وبعدين فجأوا في الماتش النهاردة بطريقة كده فالرجل اهاب يعمل كده ما عايز يقفل ما عارف ان الرجل ممكن يعب له باربعة من فوق زماعة لا هو عنده اربعة طاعة تاولا ي aprendeeng فلازم الالعب بخمسه ورق او يعني بثلاثة ورق او خمسة انتابعش برضو ان الماتشات اهلوز كده هلوز ولاك ضد الفرق اللي بتبقى تحت برضو شوية دي بتبقى حافز ليوم اللعب بطبق يعني عندها يعني حماس غير طبيعي يعني كينه ده اخر موات شوية ببالغ النهاردة ناصر مارد ده اك انطباع يجابي اه يعني رجل في في الجنهات مشاركة يعني اللاعب حتى لو وقته قليل يكن بدي لك انطبعا انه هو لا ده فيه ممكن وش حاجة نفسه نفس الخصة برضو الناس النهاردة يعني تعطفت معه حاسة انه لا لا ده لعب كويس رغم انه هو برضو كان نشيد كان متوتر برضك شوية ولسه يعني مقشاط وضغط الجمهوري وضغط الجماهيري برضك ولسه لعب صغير لا هيجب انه وناصر برضك هيعتقد انه هو هيستعد فاطرك وهيتقلق ناصر وهيعمل حاجة كويسة معنى زماني يعني نفسيا بيجيدي التعامل مع اللعب حتى بجيدي معنى ده مكانك ناصر ما ده مكان انت بتلعب فيه شايف ناصر انه هردا من نزل لمسيته ايه معه انا شايفه من 3-4 سنين بس انا عايز اوجيه له بجد رسالة ان جتلك فرصة تتنجم في نزل ملك بجد اشقى بقى اشقى واسمع الكلام وخد بالك عسل النوعية دي فهي مشكلة مطشين 3 و 2 ناس لا يمكن مطش و 2 ناس واتنم لها شوية وحاجات كثيرة ممكن تتعيبوا نومة يعني في الاهلي بصكت واحد بمهارة ناصر المهر دي واحد بمهارة صالح جمعة بكذا واحد ما يمشوش من الاهلي بسهولة بالمهارة دي فاتمنى ان الناصر يزبط بقى نفسه في الزمالك لان مش هلقى فرصة احلى من كده ان يلعب له خمس ستين لا طمنا كابتن هامل حاجة لا بدي نصيحة انا بدي نصيحة وقل بالك وانت عندك جمهور ولد زيدة نكسبه كمنتخب وكشغل وعندك الجمهور مش هيهزر يعني الجمهور عايزك كل ماتش مؤثر تجربت في الاهلي الداس عليه الداس عليه ربنا رجعه الفرصة تاني فين في نادي الزمالك ودي من القضاق اللي بتحصل فبداية جديدة بقى لي ان شاء الله وربنا يكرموه وعشان يفكر الناس برضو من منصورة تاني انا لما الولد نزل ولائب حسيت ان يبقى له كتير مع الزمالك يعني عشان لعب كرة وبيلعب بسرعة وعايز شكله عايز اتمنى ليكمل لان ناصر لو كمل هيفرق جامل طب سريعا الاسماعيل يا كابتن بشير لا الاسماعيل هيبقى له شكل تاني في الدور التاني خاصة بعدما يعني بقى فيه تدعيمات ويعني فيه بنزين يوصل لهم شوية كمان ومعهم حد يعني انا بسميه عبكاري فكرة اللي هو كابتن الهاب بيقدر يعني يعملوا في شخص لفت نظرك النهاردة لعيبة مفيش لعب يجي في نادي اسماعيلي قليل بتتفاجئ بحاجات غريبة ولعبة كلها كويسة تسأل منين فين ايه ده من الناشئين ده من الانديه الصغره اللي هي جنب الاسماعيلي عندهم اعنين كويسة ولو جدت بص على التكاليف بتاعة الفرقة دي السنة دي هتقول لا الناس دي شابو زي شابو كده النادي الزمال جبار ده الفترة اللي فات كنت عند الجيل اللافت نظرك نادر نادر ده نادر فرج ده جاب جون في دماغه بسراميكا خدها بدماغه رأس المساك بحطها هو فروت واليد عبداللاطيف الدم والاحظة معي في المداخلة قالك الستارت بتاعه وسريع جدا فروت بقى كتير فروت سريع ومهاري وبيلعب بدماغه فروت لما تلاقي بيلعب بدماغه تلاقي بلعبش برجله كويس بلعب برجله كويس ده ده حريف زي وليد كده بقى كابتن انا بشفت النهاردة حسام هو قاعد في البتاع انا براهن معك انه حسام هبقى الولد يا بقى ليه دور حسام يحب النوعات دي ومهم ان انت تفضل ماتش اتاني التالت عبدالرحمن مجدي بقى له التالت شهور مع الاسماعيدي شايل الدماء كان الاول كويس اوي عبدالرحمن مجدي وحصل له مشاكل هول عمل نفس الى مشاكل بعده رجع تاني هو انتو ناسين عمر الساعة برضك يعني يعيب بصراحة عمل ماتش يعني عمل بصراحة نصر احمد نصر ده العيب كويس اوي وحاتم سكر اه حاتم كويس تراوري صبر عليه كتير هو جاي عشان خطر ايهاب جلال كده وبعدين برضه جايبي تلاتة جنيه مولد اسماعيلي برضه ايه النهاردة خد بالك هو مستنى بايه هو عايز تكوره على دماغه يختف كوره ولا يختف حاجه تراوري بعيد اوي لان انا عارف شخصية الولد ده قام في المقصة كان اعلى فورمة بس الولد ده عنده تركيز قليل شوية وبين عليه جسمه زاد هو ده كان العمل كده اه فاكر لما راح برامجز حتى كان كان رفاية اوي فهو بعيد النهاردة شفت اه في ناس بتروح تلعب مع اهاب عشان بتحب اهاب منهم تراور منهم شام محمد بس تراوري بطبيعة تركيزه قليل اه 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 في الملعب يعني في الملعب و لما يدولوا التعليمات اه التجمع بكرة الساعة كزا التمرين الساعة كزا ممكن يقوم الصبح يروح التمرين الصبح افارك كلهم كده هالفكرة اه يروح تمرين الساعة سبعة بالليل ويرروح سبعة الصبح فحكب كده افارك كده كلهم طيب عموما يعني النادر اللي هون نتيجة عادلة النهاردة جدا اعتبر عادلة اعتبر عادلة بس في الزمالك لا الاسماعي هي نتيجة يعني مرضية للاسماعيل لكن طبعا اه اه خسارة بصراحة للزمالك اه 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 ايش الزمالك برضو من اول مباراة طبعا عشان الله رايز من اصلمش اه اه انما انت عندك ان طبعا ايجابي على الزمالك اه فيه يعني فيه حاس ان هو ممكن يعني يبقى فيه حاجة اه كبتاب جيل نفس الانتبقى اه 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 طب بعد كل ده مش عايزين يبقى فيه ده لو نشيه فيه كرسة لعيبة ومدرب وكل حاجة يعني ماشي عموما اه 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 انا انتظر الفترة الجاي الزمالك عنده ماتش مع ابو سليم الماتش الجاي في الكلفترة الاسبوع الجاي هنشوف طبعا الباقي اللعيبة اللي انضمت مش مقايادة افريقيا افريقيا نحن ناصر ماير وعبدالله والتلاتة اللي كانوا موجودين في القائمة الاجئة مش مقاتل افريقيا كابتن عبدالجيل شرفتنا ان هو وارتان ايه انا بتشرف لو كن مع حضرتك ومع الراجل الجميل ده وكابتن عبدالجيل يسه هنا مشها المشكلة انها عوزين اخرج لكابتن عبدالجيل بعد الحالة انا اعمليه شرفتنا ان هو وارتان انا بتشرف بك دايما كابتن وانا كده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة بكرة ان شاء الله بوكس تو بوكس إلى اللقاء